التعاقد الأخير اللي مع الشركة الأوكرانية يوركزم أنت اسمعت ما قيل أنه هذه شركة وهمية ما لها علاقة بإنتاج الغاز وهي شركة لمدع نبيب نقل الغاز والأوكرانيين قالوا هذا زيان كيف تم التعاقد معها وما حقيقة ما يشاع حول إمكانية هذه الشركة هل من كانت أكو قبلها شركة كورية اتنازلت للشركة الأوكرانية شن الفيلم بهذا العقد ساعة المستشار والله استاذ نجم أمانة أنا معروف عني الصراحة والشيء اللي عرفه أحكي أو أبدي بي رأي هذا الموضوع بالذات أنا ما لي علاقة بي لأنني أنا مو بالاستثمارات النفطية أنا بما يتعلق بالاستثمارات اللي خارج النفط اللي أسعى دائما أنه نسويها أما هذا العقد بالذات ومضامينه وترتيباته فأعتذر منك ومن جمهور لأن حقيقة ما عندي أي معلومة عنها غير أنه أنا مثلكم قريتها في الأخبار يعني أنا الآن أوجه دعوة إلى السادة المسؤولين عن هذه القصة هذه القصة قيلت وهذه موارد شاب وعاقدين أمل على الغاز المصاحب أما أن تطلع علينا الأخبار أنه هاي شركة وهمية والأوكرانيين يعترفون بها والسيد وزير النفط يصرح يقول عدنا جهد وطني الآن في حق العكاز ينتو ستين مقمك وتعطى إلى هذه من حقنا كمواطنين ما نتهم أحد إحنا الآن لكن نريد إجابات إذا أحد السادة المختصين في الدولة الكرام يتكرم علينا يعطينا إجابات استجابت وزارة النفط لمعارضته قناة تغيير من مناشدات عبر برنامج من بغداد التي تتعلق بمدى رصانة الشركة الأوكرانية المنفذة لتطوير حق العكاز الغازي مؤكدة توقيعه على وفق الآليات المعتمدة وقال وكيل وزارة النطل شون الاستخراج باسم محمد خطير أن شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية تم اعتماد وثائقها حسب الآليات المعتمدة وتصديقها من السفارة الأوكرانية والسفارة العراقية في أوكرانيا وضف أن وزارة النفط وضعت شروطا على الشركة الأوكرانية وضمانا مصرفيا بمقدار خمسين مليون دولار إذا ثبت وجود أي معلومة غير صحيحة ويأتي بيان وزارة النفط المتعلق بتفاصيل العقد مع الشركة الأوكرانية استجابة لما تم عرضه من مناشدة في برنامج من بغداد الذي ورد من على شاشة التغيير حول مدى صحة العقد ورصانة الشركة المنافذة لتطوير حق لعكاز الغازي اشتركوا في القناة